أسعد الله وأوقاتكم جميعا شكرا أيها الأصدقاء السيدة بيلوسي كل المسؤولين الأمريكيين الذين أتوا إلى مصر للمشاركة في هذا المؤتمر أيها الشركاء والزعماء يشارفنا أن نشارك في هذه القمة الحيوية شكرا الرئيس السيسي على استضافتنا في هذه اللحظة التاريخية شكرا سيد الرئيس في البداية أود أن أذكر بأن هذا اليوم هو يوم المحاربين القدامة في الولايات المتحدة والمحاربون القدامة في الولايات المتحدة وأسرهم والنجاة منهم والمن يعنى بهم قلب وروح الولايات المتحدة وفي هذا اليوم الهام وفي كل يوم أحييهم على التضحيات التي قدموها لوطننا وأود أن أشكر بشكل خاص أحد المحاربين القدامة الأمريكيين الفخورين وهو صديق عزيز حاز على ميداليات كثيرة صديقي العزيز والمبعوث الخاص للمناخ سيد جون كاري يا جون إن التزامك وشغفك وحنكتك الدبلوماسية كلها كانت حيوية لتحقيق التقدم الهائل في مجال المناخ الذي أنجز في السنتين الأخيرتين شكرا يا صديقي هنا في مصر حيث الأهرمات والأثار العريقة الشاهد على عقرية البشرية على مدى الألفيات نرى أن رسالتنا هي منع حصول كارثة مناخية والاستفادة من فرصة إنشاء اقتصاد جديد بالطاقة النظيفة هذا ضروري لحضرنا ومستقبلنا وفي كتب التاريخ وفقا لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية فالسنوات الثمانية الأخيرة كانت الأحر في العالم في الولايات المتحدة نرى جفافا تاريخيا وحرائق في الغرب وأعصير وعواصف مدمرة في الشرق وهنا في أفريقيا حيث نرى الكثير من أمم العالم الأكثر تضررا من تغير المناخ وتعرضا لإنعدام الأمن الغذائي وجوع نرى هذه الظواهر تلي الجفاف الشديد في قرن أفريقيا منذ أربع سنوات وفي نهر النيجر في غرب أفريقيا نرى العيث بالحياة التي يعيشها الصيادون والمزارعون في نيجيريا أكثر من سئة ستمائة شخص قتل بالفيضانات ومليون وثلاثمائة ألف هجر ومسارات الهجرة المواشي تتغير بعد مئات السنين وتعرض للخطر الرعاة والمزارعين إن تغير المناخ مهم من أجل الأمن البشري والأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن القومي وحياة كوكبنا فاليوم أود أن أحدثكم عما تفعله الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة المناخية بحزم وعزيمة لضمان كون الكوكب أكثر نظافة وأمانا وسحة من أجلنا جميعا منذ اليوم الأول الذي توليت فيه الرئاسة فإن إدارتي نفذت برنامجا طموحا للتصدي الأزمة المناخية وزيادة الأمن في مجال الطاقة في الوطن وعبر العالم فقد انضممنا مجددا وفورا اتفاق باريس وعقدنا مؤتمرات كبرى بشأن المناخ على مستوى القمة وأعتذر عن خروجنا من ذلك الاتفاق أعدنا إنشاء منتدى الاقتصادات الكبرى لدفع البلدان في العالم على زيادة طموحاتها المناخية وفي العام الماضي في جلاسكو في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين ساعدت الولايات المتحدة على التوصل إلى التزامات حيوية بحيث أن الثلثي الاقتصادات في العالم التي تشكل ثلثي ناتج العالم الإجمالي فيما سار لمنع الاحترار بما يزيد عن درجة والنصف وفي السنتين الأخيرتين حققنا تقدما لم يسبق لهم مثيل في الوطن باستثمار على مدى الأجيال وبتعزيز البنية التحتية نحسن الشبكة الكهرباء من أجل الطاقة النظيفة ونوسع شبكات النقل العام وبسكة الحديد ونبدي شبكة وطنية لشحن العربات الكهربائية وفي هذا الصيف اعتمد الكونغرس الأمريكي قانونا صدقت عليها ويعتبر أكبر وأضخم قانون مناخي في تاريخ البلاد قانون تخفيض التضخم يشمل أقل مما طلبت به ولكن مبلغ هائل وهو 368 مليار دولار وهذا لدعم الكهرباء النظيفة من الرياح البحرية العائمة إلى الطاقة الشمسية وعربات صفرية الانبعاثات ووقود الطيران المستدافة والمزيد من الكفاءة في الطاقة في المباني وتنظيف العمليات الصناعية وزراعة والحراجة المؤاتية للمناخ وحسب وزارة الطاقة فهذا القانون الجديد سيسمح بتخفيض انبعاثاتنا بحلول عام 2030 بمليار تون سنويا بما يطلق العنان لنمو اقتصادي مولد بالطاقة النظيفة واستثماننا في التكنولوجيا من البطاريات الكهربائية إلى الهيدروجين سيفتح جولة من الابتكار ويخفض التكاليف ويحسن تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي ستتاح لأمم العالم وليس فقط للراثمتحدة وسيساعد ذلك على التحول إلى مستقبل منخفض الكربون أقل تكلفة للجميع ويعجل إزالة الكربون داخل وخارج حدودنا في الواقع وكالة الطاقة الدولية استنتجت مؤخرا أن استثمارنا الهائل في المناخ سيساعد على إطلاق العنان لدفع جديد في اقتصاد عالمي ناشئ بالطاقة النظيفة هذا سيغير كل شيء في الولايات المتحدة والعالم وقد صدقنا أيضا على تعديل كيجالي من أجل تعبئة العالم في تخفيض إنتاج واستهلاك في الكلوروفلوروهيدروجينات وغازات الدفئة وآثارها المضرة تتضاعف عن الثاني أكسيد الكربون بألاف المرات وبالأمس اعتمدت نحن نثبت أن السياسة المناخية السليمة هي سياسة اقتصادية السليمة هذا أساس ماتين للنمو الاقتصادي الشامل والصامد والمستدام هذا يسمع بتحقيق التقدم في القطاع الخاص وفي العالم ونتيجة كل هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تعني أننا في سبيلنا للتحقيق هدفنا في اتفاق باريس لتخفيض الانبعاثات بنسبة 50 إلى 52 بالمئة بحلول 2030 بالمقارنة مع 2005 اسمحوا لي بالتشديد على أهمية ما أقوله أنا اقترحت أول مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي حول المناخ في عام 86 والتزام بهذه القضية لم يتوقف واليوم أخيراً أستطيع أن أقف أماكم رئيساً للولايات المتحدة وأقول بكل ثقة أن الولايات المتحدة سوف تفي بأهدافها حول الانبعاثات بحلول عام 2030 إننا في صراع مع الزمن وسنقوم بواجبنا لمنع حصول ما يسمىه الأمين العام بالجهنم المناخية نحن لا نتجاهل ما يمكن أن يدعو إلى التشاؤم صحيح أن هناك كوارث كثيرة وخاصة في البلدان التي توجد لديها موارد محدودة للاستجابة لها والتعافي منها ولذلك في العام الماضي تعهدتوا بالعمل مع الكونغرس لزيادة الدعم الأمريكي أربعة أضعاف للتمويل المناخي وتقديم 11 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2024 بما في ذلك ثلاثة مليارات للتكيف ولذلك سوف نمول خطة الطوارئ للتكيف والقدرة على الصمود مسمات بريبير لمساعدة أكثر من نصف مليار في العالم في البلدان النامية لاستجابة لتغير المناخ وقد طربنا ملياري دولار لخطة بريبير في هذا العام وأنا سأضمن تمويل كل هذه المشاريع بالكامل واليوم كدفعة أولية نعلن عن مبلغ 150 مليون دولار لمبادرات تدعم خطة بريبير للتكيف في أفريقيا بما في ذلك برنامج التكيف في أفريقيا وهذا مجهود انطلق بالاشتراك بين مصر والمتحدة في حزيران يونيو وهذا يشمل توسيع نظم الإنذار المبكر لتغطي أفريقيا وتوسيع فرص التمويل المناخي وتعزيز الحماية من المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي وتعبئة القطاع الخاص ودعم مركز جديد للتدريب في مصر لتعجيل جهود التكيف عبر القارة الأفريقية كما أن إدارتي ساهمت للمرة الأولى في صندوق التكيف في العام الماضي وفي هذا العام نتعهد بمضاعفة هذا المبلغ ليكون المبلغ الإجمالي 100 مليون دولار كما أننا نؤكد أن كل دولار ننفقه سينفذ أكثر ما يمكن تنفيذه وهذا بفتح الأبواب لمصادر أخرى للتمويل والتريليونات من الاستثمار من القطاع الخاص نعرف أننا سنحتاج إليها كما أننا ندعب الدرع العالمي وهو مبادرة لمجموعة السبعة لتعزيز حماية البلدان الضعيفة أمام المناخ بما في ذلك الخسائر المناخية والاستجابة بسرعة للأضرار المناخية والشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار بقيادة مجموعة السبعة تعمل على تلبية الاحتياجات الحيوية في البنية التحتية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع التركيز على المناخ والمشاريع التي نيسرها مبنية الشفافية والشراكة وحماية العمال والبيئة ومن المشاريع الكثيرة الجاري تنفيذها الشراكة بين الشركات الأمريكية وحكومة أنجولا لاستثمار مبلغ ملياري دولار لبناء مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في أنجولا وفي كل مكان في العالم التكيف مع التغير في المناخ في أفريقيا والعمل من أجل التحول في الطاقة يعني فتح فرص عمل جديدة وجيدة والدفع عجلة النمو الاقتصادي وعدم ترك أحد خلف الركب إذ نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السنوات الأخيرة أعرف أنها كانت صعبة والتحديات المترابطة التي نواجهها قد تبدو منهكة والاضطرابات التي نراها عبر العالم خاصة مع حرب روسية الشرسة على أوكرانيا تزيد من تفاقم النقص في الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من تقلب الأسواق في مجال الطاقة وهذا يزيد أيضا من التضخم العالمي وفي ظل كل ذلك من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن ننفذ ما تعهدنا به في مجال المناخ فالحرب الروسية إنما تزيد من ضرورة تحويل اقتصادنا لعطق أنفسنا عن الوقود الأحفوري والأمن في الطاقة يعني أن كل دولة ستستفيد من مستقبل يستخدم الطاقة النظيفة والمتنوعة ولا تستطيع دولة واحدة أن تستخدم الطاقة كسلاح وأن تأخذ الاقتصاد العالمي راهينة هذا الاجتماع ينبغي أن يكون لحظة نؤكد فيها على استعدادنا لكتب صفحة جديدة أجمل لعالمنا فلنستند إلى هذا التقدم المناخي العالمي لنزيد من طموحاتنا ونعجل من جهودنا فالأدلة العلمية واضحة بجلاء لا بد من إحراز تقدم حيوي بحلول لنهاية هذا العقل لهذا تعبئ الولايات المتحدة كل العالم للانضمام إلى كل من يحدث تغييراً فعلياً في المناخ وأطلقنا في العام الماضي إحدى هذه المبادرات التي تغير اللعبة مع رئيسة المفاوضية الأوروبية السيدة فوندر لايدن في التعهد العالمي بشأن الميثان بدأنا مع الاتحاد الأوروبي وثمانية بلدان أخرى في جلاسكو وهذا زاد ليشمل مئة بلدان فالميثان أخطر من الكربون بثمانين مرة ويمثل نصف مسببات الاحترار بالقيمة الصافية فتخفيض الميثان بنسبة ثلاثين بالمئة بحلول ألفين وثلاثين أفضل وسيلة للاحتفاظ بهدف الدرجة والنصف واليوم نعلن عن خطة عمل جديدة لتخفيض انبعاثات الميثان توضح كيف نلبي هذا العهد نستثمر أكثر من عشرين مليار من الدولارات في التخفيف من الميثان محليا لوضع حد أقصى على الآبار اليتيمة التي تسرب الميثان وتحسين أجهزتنا الصناعية في قطاع النفط والغاز واعتماد تنظيمات جديدة بما في ذلك اقتراح صادر عن هيئة حماية البيئة لتعزيز المعايير النموذجية بشأن الميثان في قطاعات مختلفة وخاصة من أكبر مصادر الميثان لتأكد من أن الميثان لا يؤثر على الصحة العامة وككل فإن هذه الخطوات ستخفض انبعاثات الميثان الأمريكية من المصادر التي نغطيها في هذه الخطة بنسبة 87% بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 2005 وهناك عامل آخر يغير قواعد اللعبة وهو الحفاظ على البيئة الطبيعية في حوض الكونغو الغابات والأراضي في أفريقيا أو في حوض أمازون في جنوب أمريكيا في غاباتنا وأراضينا الرطبة في الولايات المتحدة الحفاظ على الطبيعة أفضل حل للمناخ والشعوب الأصلية تعرف منذ عهد طويل كيف تفعل ذلك هنا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين نشارك في ترأس شركة الغابات والمناخ لكي نخطو خطوات سريعة وفعلية لوقف إزالة الغابات والجميل هنا أننا لسنا بحاجة لتكنولوجيات جديدة وإنما أن نؤكد أن الغابات أكثر قيمة عندما نحافظ عليها بدلا من تدميرها وينبغي أن يساهم كل من يستطيع أن يساهم لمساعدة هذه البلدان على الحفاظ على غاباتها نحن نحشد جهود شركاء من القطاع العام والقطاع الخاص والجهات الخيرية لكي تكون النظم البيئية الصحية في قلب الاقتصادات السليمة والصحية هذا يقتضي تضافر جهود جميعنا ينبغي أن نعبئ قدراتنا للتصدي للإنبعاثات في قطاعات اقتصادية مثلا في الشحن الدولي فإن كان الشحن البحرية قطاعا منفصلا من الاقتصاد تبرى عاشر أكبر مصدر لإنبعاثات في العالم وبالتالي فإننا مع النرويج اعتمدنا التحدي الأخضر للشحن وفي هذا المؤتمر لأينا عشرات التعهدات من الحكومات والموانئ وشركات الخاصة لتيسير وجود ممرات للشحن البحري الأخضر لمواءمة هذا القطاع مع هدف الدرجة والنصف ولو عجلنا من وطيرة هذه العوامل التي تغير قواعد اللعبة يمكن أن نحقق هدفنا وأن يظل هذا الهدف في متناول اليد ولكن لتغيير المسار بشكل دائم لا بد أن يقوم كل بلد بدوره وهنا ينبغي أن نجدد طموحاتنا ونرفعها والولايات المتحدة تقوم بدورها وعلى الكل أن يقوم بدوره بدوره هذا واجب كل القادة في العالم والبلدان القادرة ينبغي أن تساعد البلدان النامية لكي تتخذ الإجراءات اللازمة وينبغي تيسير التحول في الطاقة وبناء مسار من أجل الإزدهار يتماشى مع مقتضيات المناخ إن كانت البلدان بوسعها أن تمول الفحر في البلدان الناوية فيمكنها أن تمول الطاقة النظيفة في البلدان النامية ويسعدني أن أعلن عليكم اليوم أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي وألمانيا فهناك صفقة بخمسمائة مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وهذه الصفقة ستسمح لمصر بالحصول على 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتحسين 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز بما يخفض انبعاثات مصر في طاقة الطاقة بعشرة بالمئة وسنعمل مع مصر على حجز أربع مليارات من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي حاليا يخسرهم مصر في الحرق والرياح والتسرب وبفضل هذا التعاون فإن مصر تصبح قادر على تحقيق ما وضعته لنفسها كمساهمات محددة وطنيا إن كان لنا أن ننجح فلابد أن نقول أنه لم يعد هناك عذر لأحد الجميع على علم بما ينبغي القيام به إنني آتي هنا وأنا عازم على نحدث تغييراً جذرياً نعرف أننا بحاجة إليه وهذا من أجل مواجهة الأزمة المناخية للتغلب على أقود من المعارضة والعقبات التي وقت في وجه التقدم في هذا المجال ولنؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة قائداً يمكن التعويل عليه في العالم في مجال المناخ وقد اتخذنا خطوات ضخمة لتحقيق ذلك وأنا لا أقف أمامكم وحدي فهذا التقدم إنما يقوده الشبان في مختلف أنحاء أمريكا والشبان في مختلف أنحاء العالم لأنهم يعرفون مدى أهمية تغير المناخ وهم ملتزمون بهذه القضية يعرفون ما هو على المحك هذا هو عالمهم الذي نريد أن نخلقه ولا يريدون أن يسمحوا لنا بالفشل في هذه المسئولية وإذ أنظر إلىكم وأتذكر ما أنجز حتى الآن أشعر بالتفاؤل وبالنسبة لما علينا أن نفعله لا بد من أن تكون هناك مؤشرات واحدة أشعر بالتقدم وتتخذ الولايات المتحدة خطوات مستدامة لتحقيق أهدافنا نفي بوعود القيادة والزعامة ومن خلال الدبلوماسية المثابرة والتوافقات والتفاهمات التي نبنيها نطلق منهجيات جديدة ونسترشد بطاقات الشبان والمجتمع المدني والناشطين المناخيين والمجتمعات الأصلية نعم التحديات التي نواجهها ضخمة ولكن قدراتنا أطخم منها لا يجوز أن نشك في ذلك فلنمد يدنا لبعضنا المعد لننفتح على المستقبل للعالم الذي نريده ونعرف أننا نحتاج إليه كوكب نحافظ عليه لأجيال المستقبل واقتصاد مولد بطاقة نظيفة ومتنوعة وآمنة وفرص مفتوحة بالابتكار والتعاون من أجل عالم أكثر ازدهارا وعدلا واستقرارا لأطفالنا هذا هو سبب وجودنا هنا وهذا هو هدفنا المنشود وهذا ما نستطيح أن ننجح فيه أنا واثق من ذلك شكرا وبرككم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر